موسيقى عسليما ومرحبا بكم في فيديو جديد اشنحوالكم انشاء الله تكونوا بصحة وبخير في فيديو اليوم باش نشارك معكم خطوية لتقييم نصف السنة الاول وتخطيط شهر جويلية اي فترة زمانية حتى كانت ستة اشهر تتعدى بسرعة واذا كان معملناش وقفات شهرية نتبوا بيوم خطوتنا بش يتعدى الوقت ونقاوروا احنا ياما متحركناش ياما في مكان اخر بالصدفة واذا كان كنا مواضفين على التخطيط والتقييم الشهري تكون العملية اسهل نرجع لكل نهاية شهر نشوفو شنية الانجازات بتانا حتى البسيطة منها شنية العائق والتحديات اللي تعرضنا لها وشنية الدروس اللي خرجنا بها ومن بعد نعود وحطوا قدامنا كل الاهداف امتعنا الاهداف اللي انجزناها وكملناها نشكروا ونكفقوا رواحنا عليها الاهداف اللي تعثرنا فيها راجعوا ونحاولوا نفهموا الاسباب اللي خلتنا ما نكملوهمش ونعاودوا نعدلوهم بطريقة تضمن اننا تحصلوا على احسن نتائج واذا كنفهم اهداف حاصلنا انه من افضل اننا ناجلوها الاولى وياما على الاشلام كل الاهداف هذه بعد ما نستقروا عليها نقسموها على خطوة شهرية ونحدوا تواريخ نعملوا فيها عملية تقييم مستقبلية نتعدلو لتخطيط شهر الجويلية بعد ما كملت عملية تقييم وتحديد الاهداف اللي قسمتها على اشهر قمت بعاصل ذهني حاطيت فيه كل ما يهم شهر الجويلية مهام وعادات واهداف من بعد حاطيت جدول تقويم الشهر اللي فيه كل ايام الشهر وفيه الفترات محدة بالالوان حاس ما تعودت بها شهر الجويلية فيه برشة مناسبة عطلت السنوية عيد ميلادي مناسبة العائلية لذا بش يكون فيه برشة مهام وبرشة الوان الصفحة اللي من بعد حاطيت فيها الاهداف والعادات والمهام الشهرية الصفحة اللي من بعد حاطيت فيها قائمة الكتب اللي ان شاء الله بش نقرأها وقائمة الفيديوهات اللي ان شاء الله بش ننزلها بالنسبة للقراءات عندي جوز رواية خاصة بتحدي الصيف اللاتيني اللي حكيت عليه في حسابي في الانستجرام رواية الحب والظلال إيزابيل ألينتي والجنيرال في متاهاته جابريال جارسيا ماركيس في أسبوع العطلة متاعي بش نعمل تحدي نقص فيه قائمة الكتب اللي حددتها أول السنة واللي جهلتها من بعد شوية كيف عودتها بقراءات أخرى سواء من المكتبة أو من شراءاتي الأخيرة في المعرض تحدي 7 كتب في 7 أيام كلهم روايات أقل من 200 صفحة كل رواية أو كتاب نحاول نكمله في نهار الصفحة الموالية فيها الأسبوع الأول ما غير تقسيم الأيام حطيت فيه كان المهام ومساحة للتقييم الأسبوعي هكذا نصل إلى الآخر الفيديو إن شاء الله يكون أفادكم ولو بالقليل شكرا لكم إذا كانوا وصلتوا للنقطة هذه على متابعتكم ليه ملتقى إن شاء الله في فيديو قادم من هنا لوقتها ردوا بالكم على روحكم السلامة السلامة